مساء الصحة والجمال من خطاب الساد الرئيس لما قال أهل الشر أهل الشر كان المقصود بيها مش إرهاب بس الإرهاب عايش في وسطنا عايش في وسطنا في فساد في تخلف في سوق إدارة كل دول أهل الشر حاربنا الفساد ومازلنا بنحربه هنقول يعني إيه فساد هقول عندنا منظومة كبيرة قوي ابتدينا فيها الحرب ضدها وهي فساد الأدوية مفيا الأدوية فتحنا لقاء وقلنا اللي بيحربونا بأدوية مغشوشة اللي بيحربونا لعدم وعي كتير من المصريين ويستغلوا عدم وعيهم قلنا لهم وقفوا كفاية لحد كده كفاية لإن إحنا وراكم أجهزة الدولة كلها معانا وإحنا وقفين وليكم بالمرصاد مش هنسيب حق كل مصري بتلعبوا بصحته وبتلعبوا بفلوسه اللي بتاخدوها دون وجه حق كل ده بيساعدنا فيه الدكتور ماهر الأعصر استعنا بيه النهاردة ومازلنا بنستعين بيه في كل حلقاتنا في محاربة هذا الموضوع الموضوع مهم جدا جدا حقا بفكر كل مشاهديني قبل ما رحب بالدكتور ماهر الأعصر إنه الخطوط مفتوحة التواصل مفتوح أي حد عنده وقعة مشابهة للي احنا بتتكلم فيه من فساد من إنه جاله دوة مغشوش إنه يعرف مصنع عدوية مغشوش يكلمنا ما يترددش إحنا عارفين الطريق القانوني واتجهنا وعندنا مفاجآت جوه الحلقة هتعرفوها كلكم تابعونا بس حابب أرحب الأول بضيفي الدكتور والأستاذ ماهر الأعصر أستاذ الكبد بطب الأصر العيني جامعة القاهرة أهلا وسهلا دكتور أهلا بك سيد برحيم إزاي الصحة بصراحة إنت ما ترددش أول ما قلناه لك لازم نستكمل محاربة الفساد والمافيا دوة تاني بالزلط تاني حلقة قلنا ساعتها عايزين نعرف يعني يمكن إحنا كنا وعدنا الناس على الهوى قلنا إحنا هنفتح الملاب مش هنقفله إلا ما ناخد إجراء ونكون بصدد كل حد بتسوي لي نفسه إنه يحارب ويستغل الشعب المصري عملنا إيه؟ أفتكر رئيس القناة بلغ سعبتك إن فيه وإنت بلغتيني على الهوى مظبوص إن فيه جهة سيادية كلمتك في التليفون بحقي وفعلا حصل الالتصال وحصل اللقاء وأنا طبعا أنا أمرة في حياتي أني أواجه الفساد من تاني مرة هي كفاية من أول مرة بسيرها إن أنا اللي هي شعبية واللي هي مصدقية كبيرة قوي بالصحة وجمال ده أكتر من 20 سنة على الصحة وجمال أنا يمكن حابب يعني أنوه يعني وأستقطع كلامك في هذا الشأن إنه دكتور مير أعصر يعني يؤثر على نفسه إنه يتكلم في مجال وإفادة الناس نمسو الله يا كلم على الكبد أو في الكبد ووطف ونفيد الناس بس فيه حاجات تانية أهم أهم صحة المصريين هي من الجارك الأهم الوقاية وخصوصا إن مصر بالذات من الدول اللي هي دول مؤسسة صح يعني فيه جهاز اسمه جهاز حماية المستالك تصور الجهاز ده يرقصه وكيل أول وإضافة الصناعة وله كل الصلاحيات الرقابة الإبدالية جهاز حماية المستالك إي أنت لو شتريت أي حاجة حتى خطاع الأدوية ده وخدت فطورة في خلال أسبوعين الجهاز ده ليه رقب خط السخ حتى بالأدوية حتى بالأدوية دي كانت معلومة بتهقل الشعب المصري يعني ما ظنش إن الكل يعرفها إحنا كنا نعتقد إنه في الأجهزة الكهربائية أو في السلع حتى في الأدوية إنما حتى في الأدوية طبعا ده ده وزارة الصناعة مضبوط ده ويا رصها مش زار رصها وكي ده عفو انتها لو أنت لأ فكرة عنيف جدا ورجل ما بيعرفش ما بيعرفش حال ماي لا بيعرفش ويحيل على طول دايما نيابة العلمة وبصلاقة الرد وليه ما خدت ساخد هقوله في الآخر ويتلاقي خمس دقائق انتصل بيك ووكيل وزارة ونزل لك على الواقع وخد منك كل البيانات وتبلع على البايع وقفل لك الشم معلك المكان ويجاب لك حقاك أنا فجأت إن كل شوية أنا عايز أسأل كم منظرة معنية بوصول قرص دوة في بق العيان من الدهم ووضعات الصحة جي لها بتدي الترخيص وهي بتعمل تحليل بتاعة الدوة تحليل الأمان والسمية وابتصعر الدوة وبتجيزه دي كده خد ورقة الورقة دي بتلع بها على مصنع يبقى كده دخدنا على وزارة الصناعة أقف عن وزارة الصناعة أستسمحك ناخد يعني بدءا في تجاوب المواطن المصري أخد بس اتصال يعني اسمح لي أخد اتصال أول أنا حادي بس مع صوت الناس مساء الخير يا أمو كريم الناس مش ناص إزاي يا فن ما عمل إيه؟ إزاي حضراتك إزاي البكتور أنا فن بقول لي حالانك يا دكتور معلشي أنا عندي الكبد كل ما أكشف يعني متدخم وفي دهون وعملت مرة فيروس قالولي فيه ومرة فيه يقول لي ما فيه عملت بي سي آر قالولي لا ده خامل حتى المعامل فساد آه بس الدكتور بيقول لي ما تخديش علاج سلامة بي سي آر خامل فأنا مش عارف هل ده صح ولا أولا عندي مشاكل كثيرة قال لي كمان انت شكت هحملي الفيروس عشان مركبها العلاج عشان مركبها جناز وعندي مشاكل في المريء والمعدة التصليبية أخلي رقم بتاعي من كنترول عشان موضوع ده على كل شرحه آه وهد عليكي على تليفون الشخصي رد مخصص رد وافي وهد هيش فيه غليلك وهيش فيه وهيوصلك للصح وهوالك يعمل ايه بالزبط مكرم من فضل يا جماعة الناس في كنترول سيبول رقم الدكتور مهر وهم كنت جيلي يوم وجمع عبقتي اه فتحه مجانا لك مجانا وده صبت بالنسبة لنا كمان جديد مجانا وانا متكرم لسه وانا متكرم لسه بقول إبراهيم اه اه انا متكرم لسه من 4 ايام متكرم في مصر هنا اخيرا انا متكرم في دبي وكلمت في امريكا انا متكرم هنا من اسبوع على التلفزيون المصري دكتور مهر الاعصر هو يعني قامة وقيمة بتخصصه من الكبد الاول بس صنف من احسن من ام كريم احسن خمس اطبوع كبد ارجعت تصلي وخدي رقم دكتور مهر من الكنترول وهو هيوفيكي برد مفصل الفساد حتى يا دكتور في الموجود زي بالدولة في المعامل انا هزي بقى نحب احنا بنحرب بنحرب ايه ولا ايه وبنحمل المسئولية على مين طب خليني محيتش عن الموضوع دكتور ومش هنحملها كل حاجة صح المواطن المصري مش مستحمل اه فيها تركيز الدواء والنشرة بتاعة الدواء بترجحها وفيه الجان بتجيز التفكيبة بيش فيها تعارض عارض الجرامية مزبوطة وتتديله رخصة وتتديله التسعير اطلع بيها على مصنع كلام مزبوط المصنع بقى ده كده دخلنا طبعه وزارة الصناعة المصنع ياخد المادة الخام ويطلع عليه من ناحة التانية أدوي منتج ويخزنه أو يدهول مش كده هو يخزنه هو بعرفه يبقى كده وزارة الصناعة دخلنا بقى عايز يعمل بيه دعاية وإعلام دخل على الفضائيات هي دي اللي بسأل بيها بقى يبيع وطلق المزارة والمدارين كل وزارة دي محدش كده بيقلب الموبايل شاف إعلام مستفز صح قبل ما نقوص الخطر معاك أول ما قلت الفضائيات بس أخد اتصال خليني أخد اتصال من حسين الأول مساء الخير حسين سلام عليكم سلام عليكم وعليكم السلام رفت الله إزاي دكتر إزاي يا خبرت قولي ما تسلمت ما قالت يا دكتر تعباني على طول ومفيش راحة ما تشرف أخد علاج مفيش أي نتيجة خبر مش عافة أمش أي ولا تنفس ولا بتاخد أدوية إيه أنا باخد علاج إيه اللي هو الارتجاع المررق اسمه ماشي باشي اسمه ها مش هفجر اسمه الصباح مش متذكره طب وبعدين خلال من دي عاي إرجاع مررق وبعدين إيه إيه دي حاصر إرتجاع مررق واجع في الماء بخليني لبعض هنعمل لبعض فاهمش إيه ومزيش أي نفسك حد لحضرتك بصت وبعاني من المشكلة ده على طول بتخنى بالجلي كده خاني إيه تبوت كده خد برضو تليفوني في حاجة تطلع بره موضوع بتاع فساد الأجواء خليني 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 من فضل أنا معاك أنا هود عليك خد تليفوني وكلمني عن موبايل اشتخصي وهود عليك وهقول لك خليني أنوب عنك دكتور ماهر من فضلك يا جماعة زماننا في الكنترول أي حد هيتكلم في حالة عنده شخصية تخصه من مرض أو خلافه يعني أنا برد لسانا على دكتور ماهر دور رقم الدكتور ماهر لأنه مش هيتردد في أنه يجاوب على كل مواطن مصري عنده حالة إنما عندنا حالات تخص موضوعنا في محاربة فساد ما في العلاج ياريت على طول سريعا تدخلوها لنا وإفنى عند الفضائيات وهي نقوص الخطر عند قطة الصحة هتديدوا الورقة إيجازة بالتسعير وبالحاجة والترحيز والتحليل والسمية والفعالية على قطة الجنبية هيخش على مصنع وكده وظهر الصناعة والتجارة عايز يعمل دعاية للمنتج بتاعه طبعا من حقه فبيخش على وظهر الإعلام بعد كده بقى عايز يعمل بقى تصدير وظهرات عايز يخرج وإخرج ده المسلك القانوني آه ولازم يكون ده ملف مبتوح له ملف ضري مع طاق ضربية وشجالة تجار يدي الدولة حقها يدي الدولة حقها طبعا اللعب في الكهام ده كتير قوي بقى اختراق آه يعني إذا كانت وقت وظهرات الصحة دي ممكن تتضرب آه يحط أي لقم على أي منتج وإذا كان المصنع بتاع الدولة فيه مصنع في تحت نير السلم بتجيب له اللي هو اللي هو كل اللي عايزه رعب وقت الدوائية والمرأة زي ما قلنا مرة زي ما قلنا آه عايزة نحكم الوزيارة الصناعة تحكم مصنع ده اللي أنا عايز أقوله للمشاهدين إن الوزارات تعاونت جدا جدا في الموضوع أنا بسأل بسأل وطلبت ما هو السؤال بسألوك فيش حد من الموضوعات دي وكلاءها أو مديرها أو أي موظف فيها هو قاعت بيوته كده على السرير بيدقلي كده بصير كده بمتأنتخ كده بيقل في الفضائيات ما شافش كده شافش خلافات؟ إعلان من دول استفزوا أولا استفزوا وما شمش ريحة إنه هو وده هو مخصوص وما شمش إن فيه فساد لا يمكن خلينا نتفق يا دكتور ليه مع سكتين أقول ما ناخد أكشن دي إحنا عملنا حلقة أنا مستعيب إن أنا أعمل حلقة تانية من تانية حلقة لا بالعكس هنفضل نحارب الفساد إحنا منتفقين منتفقين قلبا وقالبا عشان كان فيه جهة سيادية كلمتني مصبوص فللي خلاني أجي تاني خلينا منتفقين قلبا وقالبا هنفضل نحارب ومصر هتفضل وراء الفساد إلى أن يشاء الله هتفضل فيه الشيطان طول ما هو موجود لازم هيكون في المقابل فيه الخير خلينا وخلي الدكتور مهر وخلي قناة الصحة والجمال والمنبر موجود دايما ضد الفساد لازم هيفضل طول ما لازم أقول هلك طب إحنا أخذنا عينة عشوائية في قسم الطب النووي أصر العيني بنحكي النظار المشاعة بنشوف بيها وظائف الكريا لقينا 30% من الشعب المصري ماشي بتثنين تلاية مافيش حد ماشي بكلة ثلان ثلان مية في المياه يعني 30% من الشعب المصري عنده أو أقل حاجة 30% كده كده كويس تحت 30% بشاكله غير لقينا 30% من الشعب المصري ماشي ب60% الكلتين قوتهم 60% يعدوا 60% ايه بقى اللي يعمل كده بقى التلاوس الكلي ايه اللي ازيها التلاوس اسوء حاجة بقى التلاوس الكيميائي المواد المكسبة الطعم والرائحة والحاجات دي كلها والادوية والتركيبات اللي الغلط والادوية اللي هي معمولة تحت بيض السلم وفيش عليها رقبة وعلى تحاليل فيها سمية ما هو ده اللي احنا بنفتحه عشان نحارب يا دكتر بوزنا كل الات الناس واصلا احنا عندنا لغسيل الكلوي ودول يعني رايحين ومتاجهين لغسيل الكلوي وهو اصلا المريض مش ناقص مش مستحف هو اللي عنده مكفي عايز يخس عنده ألف المفاصل كلام فارغ عايز يهتم باللي وجعه حاليا ما يعرفش كالسة ومصيبة فوق دخله في شريحة مرض مجرم موت مادر عزمو فاشة الكلوي ده اسم يخد وفاشة الكبدي تلاقيه في الكبد ما هو برضو كل الحاجة كل دي نتيجة آه تلاوس تلاوس خبه لك اللي بيحصل فعلا في فترة الأخيرة دي أدوية كتير جدا ضد للتخسيس بيخطوا الشرع المصري باحتياجاته لا رجل ده فيه ده تخسيس لونه أخضر لونه أخضر يعني فيه مكسبات طعم ورائحة ولون لا الواحده كده سم للكبت ولكلي ما كفاية ما يفيه أدوية ما كفاية لو مرزة يعني كفاية ما تشترك صح كفاية كفاية كل اللي بنشوفه آه مش مش محتاجين لعب كمان بعقول المصريين اللي ما عندهمش وعي كامل خلييني أسألك يا دكتور عملنا إيه عشان نحارب الفساد عشان نوصل لكل مشاهدنا وكل المصريين إحنا دورنا إيه أنا حكيت مع السيدة الرحبية التوفيق رئيس القناة قصة ضحق أنا هو عادة ضحق أنا زي اتصلت خليت جاري اتصل بأحد الشركة وعادنا نتكلم عنها دي وجيل وجيل المندور بتاع التوصيل وكنا مجهزين البواب بسلسلة لما اتفقنا وتسلسل الباب مش الباب تسلسل المتسكل عمود وتلاقى فوق خدنا الدواء وطاب من النجدة ومتسكنا فيه ده السلوك الطبيعي المحترم طبعا طبعا بتصعر بالنيابة اتحرص المتسكل وتحرص كل الفوس اللي معاه والدواء تنفسه تحرص الدواء تبعت لذات الصحة جيل رد هذا الدواء مجهول المصدر وليس لهو صراحي لاستخدام الأدامي يلا الولد هيخش في حضية ده طبعا هيخش الواحد دي المنزان بايه اضطر ان يقول على صحاب الشركة والمصدر بقى بالضغط عليه بيعرفوا هم بقى يطلعوا منه الكلام كل طبعا الله يدرفع لها رسالة مهمة ابدأ بنفسك انا ممكن اديك قسمية هم وتلاقى بقى المصيبة دي بقى اللي صاحب الشركة بيقول لك عامل زي ايه لبسلي عباية مدية جندي انا بالروية وما حدش يقدر عليها والله اطلع في حلقة قال كده عشان احنا اول حلقة فابتكر ان هكده خلاص كده هنجيب رقابته اه فما جاتش رقابته من ان الجهات اللي لها السيادية يهفته خلاص بس وهو تحت المرقبة مرصود دايما المجرم هو مرصود يعلم جيدا المجرم انه هو مرصود واحنا بنقول لكل وفي اخر الفيلم اقول لك ايه انا بالروية وقدر عليها مين يا باشا يحارب مصر حلو قوي قوي انا اقتبس الجملة من الدكتور باهر الاعصر مين يقدر يحارب مصر صح صح ولا انا في واحد مقاول ايه مفيش حد يقدر يحارب مصر اين دي دولة مؤسسات دخل عليها كل فتح نفسه ابواب جهنم دول وما ادرتش تحارب مصر لك دي دولة مؤسسات فيها الجهات رقابية ولكن ابدأ بنفسك يعني نصيحة لكل مواطن ابدأ بنفسك من حقك لك حالك ما تقولش انا في حالي وقاعد وما ليش دعوة لا بقعش من حقك انك تواجه نفس الازمة زي ما الدكتور مهر ابتدب ده ده غير التصعيد اللي عمله والتصعيد اللي وصلت خلال صحة والجمال انك من حقك انك تحتجز المندوب ما تقول ليش مانوش زنب مدام اشتغل في شركة لا يعلم اصلها ومدى وعدم قانونيتها اذا هو مسؤول هو مسؤول انا النهاردة عشان اروح اشتغل في مكان وانا اعرف ان المكان ده تحت السلم وبيغش ادوية وبيتاجر بصحة الناس يبقى انا حلقة في هذه السلسلة اللي كلها نار يبقى لما تحبس ده جزائي ده امر طبيعي ابدأ بنفسك احبس واحجز لحد ما الشرطة والدولة تاخد بس فيه حاجة طيب ممضينه على وصل امانة ممضينه على وصلين امانة عشان ما يتكلمش عشان ما يتكلمش الوصلين امانة عشان انت لو حصل لك اي مشكلة الدولة تاخد بينك تثبت دعم وتسكل اي حاجة تعال بس ايه امدلنا هنا هم هم مش عايزين عشان كده هم عايزين عشان 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 لما يقع يقع لوحده لا يتكلم له هقول لك اه هتتكلم فقط انت حبوقك هنطلع عشي قصات الامانة دي وانصح عضارك بانت عليك قادرية عكس اكيد في مخرق قانوني زي ما فيه تلاح يقول له ايه ارهاب فكري صح يعني حتى المندولك حتى الفساد معقول له ارهاب فكري الفساد في العقول بالفعل ولكن انا دايما لازم نصيحتي للمواطن البسيط قبل المواطن المثقف لانه ليهمني الفئة اللي ما عندهاش المعلومة الكفاية والكافية لمواجهة المجتمع الموظف اللي مجبر على انه يشتغل ما فيش حد المفروض انه يكون مجبر اكل العيش والرزق ما فيهوش ما فيهوش اكبار لانه ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك في اي مكان المندوب البسيط اللي ممكن ناس كتير قوي تشوفه بسيط ومجبر لا انت مش مجبر لانه الرزق موجود في كل مكان شوف طريق الخير وطريق الحلال ربنا هيرزقك ومواجهة الشركات دي سيبها لينا سيبها لينا والمؤسسات الدولة ده مهم جدا عملنا حاجات تانية وصاعدنا الموضوع على دكتور مهي اه ما هو اصلا تاني اصلا انه هو بدأ يفتح كلام مكان تاني ده واضح انه هو مكاسبه كسب كتير معدية الالف في المية يعني ده من الدواء مكاسبه دايما خمسمية في المية ده الطبيعي اي دواء ده القانون اه اي دواء في المية فانت بتلعب في ربو مية في المية منهم مية منهم يعني لو بالنسب يعني يبقى عشرة في المية للدعاية عشرة في المية اه مستقطاعات لأ طباء مولات عشرة في المية براحته سماش ده واضح انه هو عدى كمان الرقب ده بحيس انه هو من فتح في مولتو جال كبير هو يعلم ان احنا انه مرصود مرصود وكلهم مرصودين حتى بارقام حسابتهم مرصودة كلها متهيقل دي معلومة جديدة على الهوى من الدكتور ماهر كلهم كلهم وكلا باسم مرصود وارصدته مرصودة وتحركاته مرصودة حتى تغيير عنوينه مرصودة وتم بالفعل اصدار بلاغات بالاسماء زي ما قلنا قناص صح والجمال مش هتسيب الملاث مفتوح هباء واعتباطا هنفضل متبعيد اه طبعا طبعا يعني الموضوع اصدى مش هيخد اكتر من كده جد حلقة كمان وممكن نقولك مبروك قضينا على على اغلب اه اغلب الحاجات دي اه متأكد ان هيحصل فيه صحوة شوية من الوزارات المعنية اه الوزارات وقفة معانا زي ما يعني الدكتور ماهر قال لنا هي دولة مؤسسات احنا دولة مؤسسات اه طبعا انما الموضوع كان شائك وانت قصرت معانا في الحلقة اللي فاتت مدى مدى اه اعز حد يرس يزوء المية بالضبط لا ومدى اشتباك الوزارات في هذا الشق بالضبط زي ما بقول دايما الاعلام الهادف دي مهمة الاعلام الهادف انه يوحد الصفوف فكان دور قناة الصحوة الجمال وخاصة العاملين ومجلس الادارة على كده انه يوحد الصفوف بالاستعانة بالدكتور ماهر اولا في ان احنا نوحد الصفوف لمحاربة الفساد امش اعزة دي بس اخدك في معلومة دي اكيدة طبعا نعتبر ده صبق انا طبعا بقعد طبعا في مؤتمرات في امريكا كتيرة جدا فمن الاعشاب اللي هي بتخزينها سيئة بيطلع عليها تخالب التخالب اسمها بتطلع مادة اسمها افلاتوكسل هذه المادة بتطلع سلطان في الكبد مساطنا للكبد يعني سلطان الكبد احنا بشوفه دي الوقتي انا بشوفه في عادة هنا كتير ايش حال بقى بقى يا عيدات في امريكا لو شافه حالة بسلطان في الكبد واحدة يتلفح هوية فرجوا عليها احنا عندنا في مصر كتير قوي عايز اقولك ان الاعشاب الطبية طبعا اللي هي الاعشاب اللي هي بتخزينها غلط او التخزين بتاعها من السليم فيه طحالب بتطلع مادة اسمها افلاتوكسل المادة دي مستوطنة بتاع من سلطان في الكبد بتخليك الشعيز احنا محتاج دكتور ماري شحري الجزئية دي علشان اوصر بيها ان انا افيد الناس احنا كمان مدى موازية دي الكلية لا وكبان بتطلع سلطان في الكبد افهم تحديدا ومحتاجة نقشك في ده لان انا على المستوى الشخصي محتاجة افهم ده بس خليني اخد اتصال الاول من سيد محمد مساء الخير مساء الخير عليك الاول مساء النورة بس انا مساء خير ازاكها بس ازاكها عليها الحمد لله انا بشكركم على الحالة الجميلة دي ربنا يا خليه بس بالأسف استسمعك بس توطي التلفزيون وكلمنا من التلفزيون على طول مباشر اكي 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 ماشا بجيها استعدك الاعلام في التلفزيون هو اللي بيوصل المنتج للناس بيقول لهم على ان المريض بيبقى غلبان بيدوع على اي حاجة بتفكي الاعلامه للأسف القنوات اللي موجودة عندك في التلفزيون بتوصل المعلومة ازا كان اللي بينتك فاسل صح واللي بيوصلها جلبان بيدور على اكل عيشه انت ليه القنوات عشان تقبل اعلان تضمر خلايا الناس والدكاترة بتتعب والدولة تسريد بطارية جمدة على الصحة صح الناس مستشفيات جمدة بسبب خطأ واحد والتلفزيون بيساعدوا في القنوات للأسف هي اللي بتاخد فلوش الناس انت صح يعني ايه ليه احنا من اطاعت ده من جزوره مجر مؤثر المعلومة الخطأ للناس اقطعها من جزورها يبقى مش حد فرطة للفاسد ان يفسد البلد اكتر من كده اه انا عز اقولك ان انا زي ما براهل اه شعب واعي شعب واعي فيه فيه منتج يعني واحد قاعد كبير في السن ملبسيونه بالتو ما قالش كالكلمتين بس صباح الخير والموزيع خاد منه بقى خاد منبقه الكلمة وتكلم طول الاعلان والرجل ابو بالتو ده بقى اللي مقدر انه يكون دكتور مقدر 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 حتى اولا مش ممارس اه 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 السلام عليكم والتاني الموزيع خاد كل كلام كله 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 وهو بقى بقى دوره عام زي ايه اللي بتبطيباطي عواجزي بفرح يعني الموزيع بيتكلم صحيح مزبوط اه يعني ده حتى والموزيع قفل عالاعلان بقى ليه حتى ما يشكره نشوف بقى الكهنة مش اهنة خب بالك هو هو بقى سامش دكتور هو بش دكتور هو بش دكتور يعني بشكر الاول سيد محمد دايما براهن على شعب مصر شعب مؤزمه فاطن كيس اه فاطن كيس وعنده وعي وعنده دراية حدد هو فعلا زي ما دقينا النقوص الفضائيات الفضائيات عليها دور النهاردة القنوات اللي تحت السلم زيها زي الشركات اللي تحت السلم هي اللي بتدت تعمل المهزلة دي ما فيش قناة محترمة تحت اطار قانوني في الدولة بتغامر بانها تعمل دا انا بش شايف فهم بيختاروا حتى القنوات اللي اصحابها بيدروها من الخارج وملاش اي مقر انا مش فاهمي والله العظيم خسيت وحياة ربنا عليها ناس اقول ولاية الطلاق خفيت انت بتحجي في ربنا انت مواطن ربنا انك خفيت مقابل كام خد كام في الاعلان دا خد دين ذهب بيوزعوا دين ذهب ايه علاقة ده لا انا انت اخد بالك الاكسر بيجي ذهب من ان تجيب لي اربع خمس ناس يكلموا واحد يكلم بلها جت ان انا اصلا من بالباس وانا من صعيد وكلهم اصلا امور بايت مكشوفة تبع الشركة امور بايت مكشوفة خلاص ويبيل صور قبل وبعد لانت تاخد الابزع يا دكتور وخس ويحلف والبوسخف خسيتها ده وده كمان الاستعانة كمان يا دكتور بنجوم هتاخدوا ولا امها خشوا جوا يستعانوا كمان في الاعلانات بنجوم او مش نجوم انا مش هعتبرهم نجوم لانه مفيش نجم بيغامر بتاريخه بانه يظهر في اعلان ما يعرفش محتوى المادة اللي بيتقدم عندها الاعلان هي مرخصة او لا برضو دي ازمة النهاردة انك تتاجر حتى في عقول الناس شرط على اللي بيعمل الاعلان ده راجع محتوى المادة ده يلعبوك بكله بقى يعني بيجبولك اطباء مضروفين مزعين مأجورين مرضى مشبوهين كل الكلام يلعبك بكل الطرق غريبة قوي يعني ناقص يخش لك جوه بيتك بقى يلعبوك بتليفزيون يخش لك على عصير عنده المهم يبقى لك ده نحب على كل حتى اجاب لك كمان مرضى بيحلفوا بربنا يعني جماعة ده هم خطوا وهم من عندهمش المرض ده اصلا ده خل الحلفان جامعة في الموضوع بعدين قصص بقى وحكايات ومزكوها عمولة على الحالة اه غاني اه هي تجارة ايه تجارة بالبشر لا ده استسيرك هي تجارة بالبشر ده سيركو احنا مصر فيها احنا صرح احنا مكبير احنا هرموه مش هيوقع جامعتنا جامعتنا مقلها مكانتها العالمية و احنا صرح عقسات زياني وقارنا في العالم يتحاكوا علينا ايه الكلام ده ازاي سايبينا عندكم المهزلة دي احنا وقفين ضد المهزلة ومؤسسين الدولة وقفة ضد المهزلة ومش هنسمح لأي حد من جوه او برة يلعب بالمواطن المصر اه زي ما اتفقنا بس احسألك كل الكلام ده موجود في البلاغات والشكاوي اللي متقدمة للوزارات كل التفاصيل اللي حضرتك كلمتنا عنها من اعلانات اه طمام اه طمام اه طمام اه طمام اعطتك انا اطريك انا هقدم ملف كامل ملف كامل تطبعنا دايما على لكل بس السيارة اه الليها جات انا بس دك كنت حابب اه اتخذت في هذا الشأن في بلاغات جاري فيها التحقيق في ناس محبوسة بالفعل وفي ناس برة هما يعلموا نفسهم جيدا قريب جدا جدا انتوا جوا انا بقول لكم وعد صريح اه مني في صالون صح والجمال وقناة صح والجمال وعد قريب جدا جدا مش هتلاقوا منجد ولا منقل حتى الفلوس اللي عملتوها من الحرام هتتصرف عشان تخرجه ومش هتخرجه انا متأكد انا عايز ارجع تاني لأ اتكلم على بنتينك بتاعي من الطبيعة ومع الاعصر جدا من حقك انك تتكلم في السلوك ادامي عايز ارجع بقى لشغل النهني النهني بقى الناس عايزين يتكلموا يسمعوا بقى ايه ما هو ما هو جديد طب مش هستفق ما هو جديد في لاجي الطب ما هو جديد في لاجي الكبد بس اسف الحال القديم مش قادر تتكلم في ده مش قادر لانك غصبا عنك عايز تحارب الاول عزل الاول اعدائك عشان تقدر تتكلم مع الناس المسلمة بهدوء اعصاب صعب جدا ان انا حارب واتكلم في امور فنية في وقت واحد من حق الحرب تخلص الاول اول ما فانتهي الحرب وده هيكون قريب جدا يعني قريب جدا من مكاني ده بوجود الدكتور مقاهر هنبلغكو بالاسماء لانها ساعتها هتكون قضايا رسمية واصحابها محبوسين او هربرنين وعليهم احكام السيئة بتعم يعني انا مسلا نجم اتجي اكلف الكبد انا مسلا دون تلاية في الكبد ابحث في العالم كلها عن خلاصة المشيئة البشرية ما انا نجم اتكلم اخلاصة المشيئة البشرية ما انا خاف برضو اتجي اتجي في الرجلين يقولوا الدكتور ده انا الصاب ما خلاص بقى ما السيئة بتعم ما ان خلاصة المشيئة البشرية هي من بلاسين تاكس تلكت بانها عشرين سنة في اليابان وده هو مشهور اوي في مصر نزل خلاص ده هو ياباني لقلبها بخمسين الف جنيه مش طبعا مش رخيص يعني خلاصة المشيئة البشرية بتشيئ التلاية في خارس وبتجدد خلايا الكبد بترفع وظايا في الكبد خليني اه المفيد للناس ده انا محتاج له بصراحة ولعالم كله ماشي على خلاصة المشيئة البشرية دي بيجدد كل الجسم مش بس الكبد انا عايز ارجعلك تفلوزها دي مهمة ولسه زنة الخلايا الجزعية يعني يوم نتكلم انا بحاجة زي كده بقى خليني اخد تصال فس الزحبة دي اه خليني اخد تصال ورجعلك في ما يفيد الناس مساء الخير الاول هلو ايوه سلام عليكم مين معايا الاول اعلاق زلان حضرتك اعلاق زلان اعلاق زلان ازايك فاندن ازايك ازاي حضرتك اتفاضل ازايك يا دكتور رباه مارك فيك يا دكتور يعني اللقاء جميل جدا والمجال بصراعة اللي بتكلم فيه فيتال اساسي طبعا حيوي مهم اه تعرف ان الصحة دي رقم واحد في اصحاد الشعوب خير دعاء امتي قال الرسول الله عليه الصلاة والسلام خير دعاء امتي السكر والصحة وماذا بعد يا رسول الله قالت ستر والصحة وماذا بعد يا رسول الله قالك الستر والصحة كان رسول الله يتميز بمجمل الكلام شوف قالك كلمتين الصحة والستر خير من جرنال لأ فاحلا الستر دا حاجة كبيرة قوي لو بنا يسترك وانتحكش والصحة تاج وماذا بعد يا رسول الله فرارع بقى قال لهم الستر والصحة وراحت البال وراسك الحلال سترنا عليه قالك الانسان قاهرة كل شيء إلا شيء واحد قاهرة الانسان قاله وهو الفكر ففعلا دعاء الرسول الستر والصحة وراحت البال راحت البال دي كنز ما حاجش يارف تمانها ان الانسان اللي اهره الفكر فكره عقله عقله ارجع للزعلاء استكمالا لحديث الرسول عليه قدر الصلاة والسلام عندنا مشكلة كبيرة في الصحة بنواجهها كلام مظبوط فاندم جميل جدا يعني مع احترام حضرتك سلسل لطعامك وسلسل لشرامك وسلسل نفسك اعداقد دكتور مار يعني يعلم تماما ان الكبد بياخد اشارة من الجسم الملمات تشربها بحيث ان هو يقوم بالوظيفة بتاعته اعتقد كده يعني على قد معلوماتي والدكتور مار هي صححها ان شاء الله وفيها حاجها عندك مشكلة بالتساد ياخد ايه من المية الكبد طبع نحضرتك لا الكبد مانوش دعو المية المية دي غذاء الكلية يعني انت لو عايز تفتح مسام الكلية قطر السوائل انا واخد بال امقول له حضرتك من تياتر خمسة لتر مية سوائل مش لازم مية ممكن مية شعير انا اما اجي اكل ماشى فانت وقت التلفزيون بس عشو تسمعنا مية شعير حصية طبعية زي عصير الرمان عصير الاناناس عصير الكوي عصير رمز باللبن عصير الجزر كل ده يفتح مسام الكلية احسن حاجة لقوها بتعلق النقرس والاملاح الكلية مغلي او الشربة بتاعت الكرافس وبقدونس والشبت بصة ايه كل ده كل دي مية من الطبيعة اه مسلوق البنجر الكاكادي والدوم كل بيحسن الكلية اما الكبد اللي يحسنه حاجات مهمة جدا تمام تمام مضادات الاكسادة هم عشرين مضادات اكسادة زي مثلا في الخضار هتلاقي البروكلي الروزماري ياشو الغراب هتلاقي الفاكهاء الرمان الاناناس الكيوي الحاجات الشيك صح اللي هي فريش طازة انا محتاج اعمل اللي بتصح الكبد اه مكشو دير اللي بتاج اعمل اللي بتاج اعمل الحلقة اه فكرة درائب بي عنده الكوليسترول عالي اه نسه مقافلوا الدواء بتاع الكوليسترول وقتولي خطهم اه اه او طوميكس اه احسن حاجة للدهون ده كلام حاجة والطوميكس والتمشية ده والأمور الطبيعية الامور الطبيعية دايما هي الاهم اه وامجة ستة زيت الحار وامجة زيت السلام اول زعلاء بس بحب مرضو هي ودايما براهن على الشعب المصري لانتماؤه وانه بيجري وراء الخير شعب معطاء القلة وهم اهل الشر قليلين مهما انكسروا هما قليلين متأكد من ده اه محتاج حلقات كتير او يا دكتور ماهر معاك في الامور الطبيعية بعد ما نخلص رحلة الفساد كفاية اهدى على نفسك كفاية علينا عشر عشر وكلب استخبالية من عشر دول كبيرة كل همهم يضموها مصر لك فاية اول الريس يحارب بره لا مش بيحارب بيرقص مع الزقاب من الزقاب صح ودياكلوا اي بلد خمس زقاب بس احنا قدها ولاك عشرة مش عايزين علينا ولا هيقدر عدهم لك فسابات الى يوم الدين لها قتلك اسميوب تتخض يعني انجلتارا امريكا الموساد اسرائيل دول تتحارب اجهزة والدول تبلع اي بلد كده صح مش قادر عايز يعني سوريا راح فيه خمس دقايق صح انا كنت فيه اللي لوم الصبرة زيت من سوريا فيهتها بعد اسبوع انتهت انتهت انت ماذا اتخرط انتهت انا حزين انا حزين كمان على شعب السوري وما يتبني معه الان ما يتبني معه الان من العدوان خارجي وانا بدين جدا كل الهجوم الشرس من الارضغان انا شايفه ارهاب دولي انا بدينه جدا الارهاب الارهاب وربنا يمهل ولا يهم هذا الرجل صح الارهاب موجود بكل الصور حتى في امور يمكن عامش مش عايزة تطرق لامور خارجية انما كل ما يخالف الطبيعة هو ارهاب كل ما يخالف الطبيعة البشرية من امور كويسة ومحبة خير هو ارهاب بس انا بقول لكل سوري اي حاجة تمسكة سوري تمسل مصري صح احنا وسوريا كده جمال عبناصر كان بيحكم فقط من اولاد مصري وسوريا فقعدة واحدة صح كان بيحكم مصري وسوريا جمال عبناصر الوطن العربي كل ورمامت المزان فيه يا مصري لا بالذات كل ما يمس سوريا يمسنا صح وانا هناك وما بتقعش هناك والله او ميراقب دولة مصري والله ماش عكسي بالعربية العربية وكتب عليها ملاكي دمشق مقدرها ماش عكسي ومجد حزام ومعي موبايل وقفني عسكالي مرور لأني مصري قال لي ترايح فين كذا وطول لي اتا مين جوش مان والله معك ولا بقى أخذني هزقني ولا خذني شعب السوري شعب جميل ولا نساحة بالرغص من حقه علينا ان احنا نصطفين قال لي الله معك كلمة جميلة وابتسامة حلوة الله معك ها دي الطبيعة البشرية احنا نحب مصريين دي الطبيعة البشرية احنا نحبك وإحنا نحبك انما اللي مابلنا من ارهابيين وافتكر ان الرأي مش هزكم ومحرق مش هزكم اه في حاجات ممكن تكون معبيل لا يعدن عنها استخباراتية وممكن يكون الدولة دي بتوار اه وممكن يكون فيه سند بيسندوا ليهم داخلي انت متعرفوش صح ومش هزي تعرفو مش لازم مهم النتيجة في الآخر لان ده زحف تطار صح لان بعد سوريا هيخش بقى هتخش ايران هي خطة هي خطة عندك خلافتين كل واحد عايز حقه الخلافة العثمانية عايزة حقها والخلافة الفارسية عايزة حقها تطار فمش هزيبوك ده غير بقى ان اسرائيل فمخها من الفرات للنيل فحنا مش نقصين يعني الداتا دول كفاية قوي كفاية قوي يعني كفاية الوعية المحترمة اللي سيفرت على امور كتير جدا جدا في وقت اصعب من اللي احنا في ده وسيطرت انا شايف ان احنا ادها والله يا كويس ان انا جاي من معادي لغاية خنف امان انا شفت صاروخ نزلي اتظل 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 انا شفت معايا ده باخن معايا طبانجة رسالة لكن طبانجة بس لكن ولا هستحق ولا هستعملها ولا انت لو عايش لو ست ماشي في الساعة اربعة خمسة الفجر في مصر هي عايشة في امان لو ماشية في الشارع لان مصر هتظل بلد الامن والامان دي حقيق كلمة حقيقي مش كلمة بس دي حقيقي زي ولكده مجمل الكلام فعلا امن والامن مجمل الكلام الامن تمن وغالي قوي احسن من جود نقطة تمن وغالي قوي الامن والامان اللي عايشين فيه ويمكن دي رسالة لكل كل فاسد كل فاسد كل فاسد ولادك باخده دروس برا ويرجعه ابن وامان صح مش خايف عليهم مطمن تطفهم ولا حد يساهم صح صح حد يسبتهم تمن وغالي قوي ده تمن وغالي قوي والله تمنوا ارواح شهده وتمنوا ارواح بين قدمين وقفين للحماية انا بطلع من البنك و و مش هتتسارك لا 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 والله العظيم حتى انا بقى فوز في الظرف وبرميه عالكورسي اللي جنبي وبامش مطمن مطمن والله العظيم و لكن العربية عامش بيها جاي من رسالة لكل ما تسول له نفسه يعني كل الفاسدين اللي في مصر اللي عايزين تكسبوا بالحرام عايزين تكسبوا على قفة الغلابة انا ما عنديش اي لفظ او محتوى لفظي غير ده عايزين تكسبوا على قفة ناس غلابة ما عندهاش وعي كفاية لانه كده كده حتى لو انتم ما بطلتوش احنا موجودين اجهزة الدولة اللي بتحارب ارهاب انتم حشرات بمسببها انتم حشرات واقل من كونكم بين ادنين سهل قوي ان الدولة بالاجهزة واحنا معاهم احنا تحت امر اجهزة الدولة ده دورنا ان انتم تنتهوا تنتهوا من حياتنا حياتنا يعني ما يصحش يكون فيها امثالكم هما فينا عبقرة مسكو مصر حموها من جوا معروفين يعني بالاسم عبقرة انا رسيت بعرف قولي جدا تاريخ اه عارف ازاي وازن من الامن والامن من السلام والحرب صح عب ناصر لا ناصر كان هجومي كان هجومي وكان عربية قومية عربية وبش حاجة اسمها مملكة كان بيعاجد كل هجومي وده حبيب الملايين حبيب الملايين للفقر والغلبة كل رئيس دولة لما بيجي بيجي حسب الظروف اللي هو فيها هيحارب ايه وحارب مين كان ايه شوف يعني راح اكتوبر وان راح الكنيسة شوف اسلام والحرب اللي هي فعلا السيزي عم تفتح السيزي بشهر في السيزي انا قلتلك قبل كده اسمنا قائد الامة العربية انا قلتلك اسمه قائد الامة العربية وحامي حمى العرب وراعي مصالح المصريين والسيسمار جدا يا الزكاء جدا انه اعرف يوزن الامور مع كل هذه الوقتات الاستخباراتية اللي عايزة تنتهك حدود مصر وداخليا وداخليا عايش في استقرار عايش في وانت روحت اقول الحمد لله انا بتكلم في ايه اهل الشر اللي قال عليهم اللي انا جماعت ما بينهم الفاسدين اهل الشر بيحاربونا بالفزاع هو انتو انه بنتحارب مش فاهم مين بيضرب مين انت فاهم انا انت فاهم حاجة في سوريا موظم الدول فين الجيش هو الجيش اللي بيضرب ولا جماعة الا متعرفش استقلال الاسلام ولا داعش وايه الرشاش اللي بترف في صحر انت بتقدر ايه في صحر مدفع عربية على مدفع دي احنا في حرب اكتوبر كان مرسوس الفين مدفع صح دب 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 يخلص الالف يبدأ من تاني يكون تعبه هو دي الحرب لكن واحد وقفلي عربية تيوتة ومسك المدفع بيضرب مين شفاهم حاجة يكفيني لما اشوف دبابة او اشوف جندي مصري باعرف انه يتبع الجيش المصري لا حيث انه هو جيش صح رصت الدبابات ورصت شفت حرب اكتوبر شفت رصت عاملة ازاي ده مؤسسات فكر صح ارقاد حرب ده وناس دول ناس دي دي منتدربة كويس فهم ما كويس او بتعمل ايه لكن برا لا دولنا بايزة خالص كل الدولة الليبيا اليمن السعودية بقى تتحزد دلوقتي وعافش ليه بدقوا يحطوا عليها بدقوا يكبوا عليها بسعاف اللي لا 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 ايران وتركيا بدقوا لا بيتحرشوا بيها دلوقتي الحمد لله الحمد لله وسوريا وقت والعراق وقت حنفضل لمين بعظاً وليبيا مهي وقت والسودان اخلق بطت دلوقتي فهم ما بيحصتوك شرق اوسط كله وسهوك وفيش غير الجوهرة دي مصر بعد الجوهرة جوهرة اه بتيل معفوست التراب دا كله ولا تراب صح الخراب بيحاولوا يخلوه خراب لكن هتفضل مصر فعلاً رمان في الميزان وهتفضل حمية حمى العربة مش بالشعبها بس انما الشعوب العربية كبال حابب توجه في النهاية رسالة لكل فاسد ياريت ياريت اسمعها منك قبل القتال اه يعني من 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 اشاع فسادة في الارض فليصلبوا او يقطع يديهم او يجليهم من الخلافة خلو ختام لان قول الله قصص حياة لقول لألباب عليكم تتفكرون القصص العادي ما هو المستوى في الظلم عدل خذ لي قصص حياة ان خلاص فيه عاما العدل اساس الملك والعدل السريع العدل البطيء ظلم نبين دي قالها هسان هوري العدل البطيء وصول العدل السريع هو صح والعدل اساس الملك ختام جميل جدا بقول الله عز وجل من الدكتور مهر الأعصر ولكم في القصاص لحياة القصاص هو ليس القتل فقط انما اخذ الحقوق تبقى عبرة حياة عبرة عبرة في حياتنا ان كل حد وكل شخص حاول يكسب على قفة الشعب المصري او انه يستغل براءة وسزاجة بعض المصريين اللي انا براهن دايما على وعيهم القصاص جاي جاي حلقاتنا مش هتنتهي حربنا مش هتنتهي طول ما فيه اهل شرق ثم انت بتفسد كمك دين تدان صح والديان لا يموت وانت راجل مستشار وعالي صح قال الحكم اللا لله دي كزا اياه في القرآن صح قال الحكم يبقى القاضي حكم بست سنين لا هو الحكم بكترها بيكتب بالرصاص بتاع كتبه ست شهور فالكاتب بيقوله ساعتك قلت في المحكمة ست سنين انت بس اللي جيت تسودها بالقلم الحبر عملتها ست شهور قاله على الحكم اللا لله مش هيها ست شهور كاتب الحقوق هو ربنا عز وجل وليس البشر احنا ادوات انما دورنا كأدوات ان احنا نكون وقفين وقفة الحق علشان يوم العرض على المولى عز وجل دورنا كاعلام ان احنا نحارب دور الشعب المصري النظيف من امثال الدكتور ماهر الاعصر محاربة الفساد هنفضل في الحرب الى ان يشاء الله لحد ما نبشركه قريب جدا قريب جدا ويعني بدوس على قريب جدا لان ما يعلمش اصحاب الفساد واصحاب الوقائع ان في امور جاية هتفاجئهم قريب قوي مش هننوه عنها اللا في حالة جاية نبشر بها الشعب المصري في ختامي باشكر كل مشاهديني لقناة الصحة والجمال واصلون الصحة والجمال باشكر الدكتور ماهر الاعصر استاذ الكبد بطب الاصر انا اللي مشكرك انا مستمتعت جدا بالقائق مستمتع ولكن بالقائق الشيخ الوعد الوعد اللي عايز اخده من الدكتور ماهر الاعصر بعد قضاءنا على الفساد اللي وعدنا مشاهدنا نتكلم عن الكبد نتكلم عن الكبد نتكلم عن صحة المواطن كل ما هو جديد كل ما هو جديد في طب الكبد وفي افادة للناس اهم حاجة يكون في افادة للناس شكركم لحسب مشاهدتكم ومتابعتكم لينا ولقائي بيكم يتجدد بإذن الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله